صفات عباد الرحمن انظر يا يوسف هذا توفيق صديقنا ما شاء الله يمشي في تواضع دائما وجميعنا نحبه وأنا أيضا أحبه في الله وهذه الصفة التي ذكرتها هي من صفات عباد الرحمن كما جاء في الآيات من سورة الفرقان والتي موضوعها من صفات عباد الرحمن وماذا تقول هذه الآيات؟ قال تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما هناك كلمات لا أعرف معناها مثل غراما ويقتر وقواما غراما أي ملازما لصاحبه يقتر يضيق في النفق قواما أي وسطا وما تفسير هذه الآيات وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا بسكينة متواضعين وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما وإذا خاطبهم الجهلة السفهاء بالأذى أجابوهم بالمعروف من القول وخاطبوهم خطابا يسلمون فيه من الإثم ومن مقابلة الجاهل بجهله والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما يكثرون من صلاة الليل مخلصين فيها لربهم متذللين له بالسجود والقيام وما عشتهادهم في العبادة فإنهم يخافون من عذاب الله كما قال الله تعالى والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إن عذاب جهنم ملازم لأصحابها لا ينفك عنهم إنها ساءت مستقرا ومقاما إن جهنم شر قرار وإقامة والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا لم يتجاوزوا الحد في العطاء ولم يضيقوا في النفقة وكان بين ذلك قواما وكان إنفاقهم وسطا بين التبذير والتضييق نستفيد من هذه الآيات صفات عباد الرحمن ومنها أنهم يمشون متواضعين بسكينة ووقار لا متكبرين ولا متماوتين أنهم إذا تعد عليهم السفهاء بالسب والتعيير لم يقابلوهم إلا بالطيب من القول حرصهم على قيام الليل واجتهادهم في التعبد لله بالنوافل عن الفرائض وهذا هو الإحسان خوفهم من ربهم ودعاؤهم أن يصرف الله عنهم عذاب جهنم إذا أنفقوا من أموالهم على أنفسهم أو على أسرهم توسطوا بين الإصراف والتقطير ولقد تعلمت أن أتدبر صفاتي عباد الرحمن وأمتثلها في نفسي وأن أدعو ربي أن يصرف عني عذاب جهنم أحسنت يا علي بارك الله فيك تعرفنا اليوم على صفات عباد الرحمن وذلك من خلال تفسير الآيات من سورة الفرقان وتعرفنا معاني بعض الكلمات مثل غراما ملازما لصاحبه وتعرفنا أن من صفات عباد الرحمن أنهم يمشون متواضعين بسكينة ووقار لا متكبرين ولا متماوتين أنهم إذا تعد عليهم السفهاء بالسب والتعيير لم يقابلوهم إلا بالطيب من القول حرصهم على قيام الليل واجتهادهم في التعبد لله بالنوافل عن الفرائض وهذا هو الإحسان خوفهم من ربهم ودعاؤهم أن يصرف الله عنهم عذاب جهنم إذا أنفقوا من أموالهم على أنفسهم أو على أسرهم توسطوا بين الإصراف والتقطير ومن الآثار السلوكية أن أتدبر صفات عباد الرحمن وأمتثلها في نفسي أن أدعو ربي أن يصرف عني عذاب جهنم ترجمة نانسي قنع